سلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم إزايكم يا أحلى وأجمل فانيليات يا رب دايما تكونوا بألف صحة وبألف خير النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض ديزاين كده لطيف ورقيق وفي نفس الوقت سهل جدا بس حلو جدا يعني اللوك بتاعه في الآخر حلو قوي جميلة طرطة شكلها مبهج وعسول كده وقمر وفي نفس الوقت سهل قوي فأنا حاب أقدم الفترة دي حاجات كده شوية ما فيهاش تكنيك قد ما فيها لمسة جمالية وفي نفس الوقت تبقى سهلة قوي قوي للبنات اللي لسه بتبتدي لأنه لاحظت ما شاء الله أنه فيه بنات كتير في القناة عندي لسه ما عندهمش فكرة عن التكنيكس والحاجات التقيلة بتاعتنا فأحب أقدم لهم من فترة للتانية جدا شوية حاجات سهلة ولطيفة قبل بس ما نبتدي الفيديو لايك وشير علشان يوصلك كل جديد ولو لسه مشتركة جديدة معايا فعلي زر الجرس عشان أول ما ينزل الفيديو تشوفيه أول بأول يلا بينا على طول نبتدي أنا هنا معايا كيك مقاس عشرين كيك مقاس عشرين بيكفي عشر أفراد معايا تلات طبقات بس مش أربعة معايا الكريمة كمان هسيبلك لنجاه تحت في صندوق الوصف عشان تبقي معاك الوصفة حلوة قوي دي الكريمة الحلوة قوي اللي ما بتسحش في الصيف اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض بموس الفانيليا والباستري كريم وكانت حلوة قوي ببدأ طبعا أزبط كده الكريمة من على الجوانب كويسة الأول أي مكان بيبقى فيه شوية كريمة قليلة شوية كريمة متخربشة ببدأ أضف لها سنة كريمة عشان يبقى فيه توازن كده وأنا شغالة والدنيا تبقى سهلة معايا ويبقاش فيها أي دفوهات وأنا شغالة دي أول حاجة ببدأ بعد كده أمسك السكرابر وجلس كده عشان أخد أول تجليسة شكلها حلو و لطيف لو هتلاحظي من فوق هتلاقيني ما حطيتش كريمة كتير من فوق زي العادة لا حطيت حاجة صغيرة قوي كده أنا عاملها زي فرشة لأننا لسه هديكور من فوق لسه الشكل مش هيفضل كده فحطة بس يدوب حاجة صغيرة قوي كمان خدت الجوانب معايا تاني عشان البعجرة اللي حصلت من فوق وبدخل كمان كل الزوايا الجوة عشان أبدأ أشوف التكنيك اللي أنا هشتغل عليه إيه هو تكنيك يعني مفيش أسهل من كده بس في نفس الوقت لطيف قوي همسك عندي فرشة سيليكون شعرها يبقى ناشف مش مبلول وإيدي كده طلعة مع الرجا زجزاج هتديني شكل حلو قوي قوي في الكريم همسك كمان منديل ورق وهبدأ أنضف القاعدة كده قبل ما اشتغل أنا هنا معايا تب رقم 336 التب ده يعني النينجا بتاع أي حد مبتدئ لأنه بيطلع شكل روزيتا مظبوط ما بيحتاجش أي صعوة ولا مجهود في استخدامه حطت في الكريمة وبدأت أعمل روزيتا ولف وروزيتا ولف ووصلهم ببعض مش روزيتا واسيبها وروح أعمل روزيتا عشان تديك الشكل ده كمان الروزيتا اللي في النص بعملها بنفس الاتجاه عشان العين تبقى مرتاحة وفي الآخر بحط روزيتا من فوق أما بقى الشكل اللي من تحته فهو عبارة عن شكل اس مش مجتملة بعمل اس ووقف أعمل اس ووقف فتديك الشكل اللطيف بتاع الكريمة ده لسه كمان عايزة أعمل وردة كده يبقى شكلاه حل وقوي طبعا اللون البيج بيليق معه قوي نيبيتي فانا حطيت نقطة لون أحمر مع نقطة لون اسود هيديني الطوبي أو النبيتي اللطيف ده أما بقى بالنسبة للون الزيتي أو الفوزدقي فده بيجي من الأصفر مع الاسود حطيت نقطة أصفر مع نقطة اسود قلبتهم كويس كويس بس لسه الدرجة مش هي دي اللي أنا عايزاها مديني على أصفر لموني وأنا عايزة زيتي فهزوت سنة كمان كده اسود علشان خاطر أزبط اللون ها لأ لسه محتاجة أغمى شوية فحطيت نقطة اسود مع نقطة أصفر عشان أعادل التوازن بتاع الألوان فبالتالي تديني لون فوزدقي كده حلو ولطيف الألوان دي طبعا بتنطق الترطة جدا استخدمت هنا تيب 1M اللي هو زي 336 اللي أنا استخدمته لكن صغير قوي قوي بتاعه وبدأت أعمل وردة صغننة بين كل وردتين مش هكتر قوي ومش هقلل قوي لأ هخليها بينة بس مش كتير كتير أوفر بحيث العين ما تبقاش مأزية أما بقى بالنسبة لتحت فأنا هحط روزيتة مش هحط وردة ملفوفة هحط نقطة بس كده بين كل اتنين لأنه ما فيش مكان أن أحط وردة هبدأ بقى أمسك تب رقم 112 اللي هو تب الورقة ورقة الشجر وبعدين أبدأ أعمل تكة كده وشد تكة وشد يدوب صغيرة هتلاحظي أن أول محطنا اللون الأخضر الترطة بقى فيها حياة نطقت سبحان الله اللون الأخضر ده هو اللي بيحي أي حاجة فأول محطنا اللون الأخضر نطقت كده وبقى لونها رطيف وشكلها جميل وظهرت وبانت أنا كده خلص ترطة النهاردة ترطة سهلة وبسيطة وللمبتدئين وفي نفس الوقت جميلة ومريحة لعين ما فياش أي صعوبة لو ليكي أي سؤال اكتبيلي تحت في الكومنتات برد على كل الأسئلة صباحك دايما زي الفل وربنا إن شاء الله يجعله صداقة علم جرية تسلميلي يا أحلى وأجمل فانيليا